أكدت مصادر مطلع أن دفاع الدكتور الحسن التازي تقدم بطلب لصلاح مؤقت لفائدة موكده كما أكدت ذات المصادر أن التازي تشبث ببراءته ونفى ما يتم تداوله من وقائه كما رجحت ذات المصادر أن يعقد دفاع التازي ندوة صحفية في القادم من الأيام لتوضيح حيثيات القضية ومستجداتها مصادر إعلامية تحدثت من جهتها عن تصرب خبر سقوط ابنة شخصية سياسية نافدة ضحية لشبكة التازي بحيث سلمتهم مرات متعددة مبالغ مالية للتكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين وقد استمعت مصاريح الشرطة القضائية لسائق السيدة التي تشغل منصب رئيسة مجموعة اقتصادية مهمة والذي كان يتكفل بإيصال المساعدات للمانيين وكان قاد التحقيق بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء قد قرر بداية الأسبوع الجاري إحالة خمسة أشخاص على السجن المحلي عين سبع في إطار قضية الدكتور حسن التازي طبيب التجميل المعروف وصاحب مسحة خاصة بنفس المدينة علما أن النيابة العامة بنفس المحكمة وجهت تهما ثقيلة للدكتور التاجي تتعلق بجنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض كما وجهت المحكمة إلى الدكتورة التازي جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محرارات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية وجهت لجن للمتورطين في نفسه الملف تهم تكوين عصاب إجرامية متخصصة في التجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبيعة وتبييض الأموال وانتحال الصفة وتقرر متابعة كل من الدكتورة التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومساعدة اجتماعية في حالة اعتقال وأيضا إحالتهم على السجن في حين تمت متابعة ثلاثة متهمين آخرين في حالة صراح وأضاف نفس المصدر أن سكينة أخنش نجلة رئيس الحكومة تعرضت للاحتيار من طرف مسؤولين بالمصحة المذكورة حيث قدمت لهم مبالغ مالية من أجل مساعدة أباء بعض الأطفال المرضى لتسديد فواتير العلاج يشار أن قاضي التحقيق لمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرر يوم الاثنين الماضي إحالت خمسة أشخاص من ضمن المتابعين الثمانية في قضية التازي على السجن المحلي عين أسبع من بينهم زوجته وشقيقه إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية في حين تمت متابعة الثلاثة آخرين في حالة صراح موسيقى